مشاهدين الكرام في كل مكان بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب وأنا حابب أذكر حضراتكم بأن برنامج عبر الكتاب هو برنامج مباشر عشان كده يعني بيساعدنا أن احنا نستقبل تليفوناتكم ومدخلاتكم وأيضاً أسئلاتكم فكمان الأرقام التليفون موجودة على الشاشة بتكون أثناء بث البرنامج يمكنكم الاتصال بينا وكمان ممكن تتصلوا بينا خلال الأسبوع لو عايزين في سؤال أو شيء ممكن تتركوا لنا مسيج وإحنا كمان هنحاول نرجع لحضراتكم برنامج زي ما حضراتكم عارفين أنه برنامج عبر الكتاب هو هدفه أن نقدم كلمة الله ونشرحها وفي نفس الوقت أيضاً بنقدم ردود على بعض الافتراءات الخاصة بالكتاب المؤدس أو الشبهات الوهمية الأوقات كثيرة البعض بيثيرها ضد الكتاب وضد العقيدة المسيحية تناولت في عدة حلقات افتراءات الداعية أحمد سبيع على الكتاب المقدس وأكدت أن ما يقوله ويدعيه عن الكتاب في ثلاث حلقات ليس حقيقي طبعاً الأستاذ أحمد سبيع قام بعمل حلقة للرد علي وفي كل الحلقة كان يشير إلي بهذا القصة البروستانتي دايماً في كل كلام يقول هذا القصة البروستانتي فهو لم يذكر ولا مرة واحدة اسمي وكأنه حرام أن يذكر اسم كافر في برامجه مما يظهر مقدار الاحترام الذي يكونه كمسلم للمختلف معه في الفكر وفي العقيدة كما قام الدعية أيضاً أحمد بدعوتي لعمل مناظرة عن صحة الكتاب المقدس ومع أنه وأتباع تطاولوا علي بسخرية في تعليقاتهم إلا أني أعيز أبشر الأستاذ أحمد سبيع وكل جمهور ببشرة سارة هذه البشرة هي أني أعلن من على هذا المنبر موافقة على مناظرتك في موضوع صحة الكتاب المقدس وبما أن العقيدة التي تعتبر روح وحياة الإيمان المسيحي كله هي مبنية على صلب وموت المسيح وبما أن القرآن قام بنفي حدوث الصلب والموت أما الأنجيل فقد أكدت صلب وموت المسيح فلا يمكن أن تكون الروايتين القرآنية ورواية الأنجيل صحيحتان في نفس الوقت فإما أن يكون القرآن صحيح في نفيه لصلب وموت المسيح وإما أن يكون الأنجيل هي الصحيحة إذا كصح القرآن يكون الأنجيل خطأ وبهذا يكون كل الإيمان المسيحي خطأ والأنجيل محرفة وتسقط عقيدة الفداء والخلاص وإما أن تكون الأنجيل زي ما قلت صحيحة والقرآن هو الخطأ ومن يخطأ في أمر يخطأ في الكل لهذا ومن على هذا المنبر أتحداك في مناظرة بعنوان تاريخية صلب وموت المسيح بين الأنجيل والقرآن دي فرصتك أمام الجمهور وأمام الكل أن تثبت صحة الرواية القرآنية وإذا أثبت صحة الرواية القرآنية بعدم صلب وموت المسيح تكون أثبت تحريف الأنجيل وأن المسيح لم يصلب ولم يمد وبهذا تكون أصبت المسيحية بمقتل وأنهيت عليها كلها فرصتك أنك تنهي على المسيحية يعني نهاية مطلقة وفي نفس الوقت يكون أنا عندي نفس الفرصة التي أثبت فيها صحة الأنجيل وإن ما قالته الأنجيل عن صلب وموت المسيح هو الحقيقة والقرآن هو الخطأ تاريخية صلب وموت المسيح بين الأنجيل والقرآن وهنتظر ردك نرجع إلى موضوع حلقتنا نهاردة هنكمل فيه نحن بقلنا أسبوعين كنا بنتناول الإفتراءات التي ادعاها أحمد سبيع ضد الكتاب المؤدس والنهاردة هكلم عن مشكلة أحمد سبيع مع الكتاب المؤدس هو عنده مشكلة كبيرة مع الكتاب المؤدس مشكلة دي بتبين في إعلانه الكبير مرات ومرات أنه لماذا أرفض الإيمان بالكتاب المؤدس لماذا أرفض الإيمان بالمسيحية وفيه هجومه أيضا على الكتاب المؤدس سواء كنصوص أو كأحداث أو كيف وصل إلينا الكتاب المؤدس لما قمت بالرد على الأستاذ أحمد سبيع هو زي ما قلت عمل فيديو وحاول أن يرد فيه الفيديو دوا علي ويقول أنه هو ما قالش الكلام ده وأنه أنا بكذب عليه يعني هنشوف إزاي حتى التناقض في كلامه فهوريكو فيديو لما بدأ الفيديو يقول لنا أنه أنا أول ما فتحت الكتاب المؤدس ما فهمتش يعني إيه سفر ويعني إيه تكوين يعني طب أنت عايزني أنا أفهم إيه من الكلام اللي أنت بتقوله ده واحد بيفتح كتاب مؤدس مش عارف يعني إيه سفر أولاً سفر ما أنت عارف أنه كلمة سفر يعني إيه يعني كتاب يعني مش محتاجة يعني زي ما الواحد النهاردة بيفتح القرآن ويقرأ كلمة سورة ما إحنا عارفين كلمة سورة ما إحنا اتربينا في مصر وناشقنا في مصر وعارفين يعني إيه سورة مش محتاج إن أنا أقول أصلاً لما قريت القرآن ما كنتش عارف يعني إيه كلمة صورة ومش فاهم يعني إيه صورة كلنا عارفين يعني إيه صورة لما تيجي لكتابة مقدسة كلمة سفر فهوريكا قدقيه إنه هو بيحاول إنه يعني يتبرر من أو يبرر نفسه وإنه لأ لأ أنا مقلتش كده وإنه أنا كذبت عليه عيني وفتريت وإنه هو الشخص المسكين فخلونا نشوف الفيديو الأولاني ونرجع نعلق عليه ده أول كتاب مقدس مسيحي أمسكه في حياتي وكان ده سنة 2006 بدأت القصة لما طلبت من واحد صاحبي في الجامعة إنه يجيب لي كتاب مقدس من حدي من زميننا المسيحيين بالفعل جابهولي من زميننا المحترم بشوي عبد المسيح أول لما فتحتي الكتاب لقيت نفسي مش فهم أي حاجة يعني إيه صفر وإيه التكوين وإيه الكلام الغريب ده والغريب إن أنا أصلا في الفيديو ما قلتش إن أنا مش فهم معنى كلمة سفر ومعنى كلمة تكوين أنا مش فهم أنت مش لايه حاجة تقولها يعني يعني أنا حطت لكم هو الإيه وفي الفيديو التاني بيقول إيه بيقول أنا ما قلتش إن أنا مش فهم يعني إيه معنى كلمة سفر ويعني إيه مش فهم أنا برضو مش فهم يعني إيه معنى كلمة تكوين يعني هو طب حتى لو كنت بتتكلم على التأسيمات إنت لسه بتفتح يعني كتاب مؤدس كويس؟ لكن إنت بتحاول إنك توصل إنتباعك للمشاهدين بتوعك وإنتباعك للمشاهدين بتوعك إنه هذا الكتاب كتاب يعني معقد هذا الكتاب فيه كلمات إحنا ما نعرفهاش فيه تلاصم كتيرة جدا فده اللي انت عبرت عنه وده اللي انت قلته فما تقدرش إن انت حتى تنكر إن انت قلت إيه لكن كمان حاجة تانية لما تهم الكتاب المؤدس وقال أني كنت متوقع لما أفتح الكتاب المؤدس ألا إيه بقى مليان مواعز عن الله مليان مواعز عن الجنة عن الثواب عن العقاب لكني لم أرى هذا مطلقا وبعدين يرجع يقول لا 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 أنا ما قلتش كده أنا قال الكتاب المقدس مش مليان بالمواعز عن الله ومليان بالحديث عن الجنة والثواب لكن أنا كنت بقول إنه السمى العامة بتاعته هي سم التاريخ إنه مليان بالأصفار التاريخية خلونا كمان نشوف التناقض اللي وقع فيه أيضا وإنه إزاي بيغير رأيه قدام المشاهدين تصور إن أنا لما أقرأ الكتاب المقدس هلقي كتاب ديني مليء بالمواعز والحديث عن الله وعن الجنة والنار والحساب لكن فجأت إنه مش كده إطلاقا ما حستش إنه مختلف عن أي كتاب آخر ممكن نقف هنا بس ما عليش لكني لم أجد هذا إطلاقا يعني إيه كلمة إطلاقا يعني يعني أنت مش بتقول إنه فيه أجزاء بقى بتتكلم عن الله وفيه أجزاء بتتكلم عن التاريخ أنت على طول نفيت وجود كلام عن الله وكلام عن الجنة وكلام عن ما إحنا ما عندناش جنة يعني بس كلام عن الحياة الأبدية وكلام عن الجزاء والثواب والعقاب والدينونة الأخيرة وكأن الكتاب كل ما فيه هو مجرد تاريخ يعني كلمة كلمة إطلاقا دي كويس هي المشكلة اللي عندك إن أنت اعتبرت الكتاب ما بيتكلمش عن الله والمرة اللي فاتت حتى يعني جبت لك كلمة الله وإلهيم وردت كام مرة مع إنه ده مش هو المقياس لكن على الأقل ورود هذه الكلمات مرات ومرات آلاف المرات في كتاب مؤدس معناه إنه الكتاب مؤدس تكلم مرات ومرات من أوله إلى آخره عن الله لكن أنت عايز عايز تظهر الكتاب على إنه مليان زي ما قلت طلاصم ومليان تواريخ وإحنا إيه علاقتنا بالتواريخ وإيه علاقتنا بالأنساب حتى القصص الكتابية اللي مسكورة في الكتاب مؤدس أنت عايز تألف قصص على مذاجك بالطريقة اللي أنت عايزها يعني أنت عندك القرآن جاي بصورة معينة أي كتاب آخر لم يأتي بهذه الصورة كويس يبقى غلط عندك القرآن كله مبني على اللغة والبلاغة كويس وإنه مجرد الله لا يفهم إلا العربي ولا يتحدث إلا العربية ويريد أن يوصل الرسالة إلى العالم كله باللغة العربية وعايز توصي أي تقول أنه أي كتاب سماوي لازم يبقى بالشكل ده يعني أنت جاي في الآخر خالص وجاي بمقياسك وبتقيس عليه كل الكتب الأخرى السماوية بتقيس عليه التوراة بتقيس عليه مزامير موسى بتقيس عليه أيضا الأنجيل ولو ما جاتش هذه المقاييس بحسب هواك يبقى يبقى الكتاب الكرآن هو صحيح والكتب الأخرى دي هي الغلط ده الفكاش كده خلينا نشوف الفيديو ده مرة تانية ونشوف الجزئين بتوعه اللي قاله في الجزء الأولاني واللي قاله في الجزء الثاني تصور أننا لما أقرأ الكتاب المقدس هلأي كتاب ديني مليء بالمواعذ والحديث عن الله وعن الجنة والنار والحساب لكن فجئت أنه مش كده إطلاقا ما حستش أنه مختلف عن أي كتاب آخر كتاب مليء بالسرد التاريخي وأنا ما قلتش أن الكتاب المقدس بيخلو من الحديث عن الله أنا ما قلتش كده يعني مش أنا اللي بجذب أنت اللي بتجذب دي اسمها مغلطة رجل القش أنهو بيختارع رجلا من القش بيصنع شبهة وهمية أو بيصنع حاجة وهمية أنا لم أقولها ويهدم هذا الشيء ويدعي أنني يقول طبعا أنا مش هعلق على الجزء ده لأنه حضراتكم أنا حطتلكه للتنين مع بعض حطتلكه هو الأي في الجزء الأولين وجيه في الفيديو الثاني ينفي يقول لا أنا ما قلتش كده أنا مش بقول إنه الكتاب المقدس بيخلو من المواعذ عن الله كويس حتى لو أنت حتى لو أنت مش فاهم أهمية التاريخ في الكتاب المعدس وأهمية التركيز على الأحداث التاريخية في الكتاب المعدس خليني يعني أكيد أريد كتاب عن الوحي عن الوحي في المسيحية وأريد عن الوحي في المسيحية إنه هو وحي متدرج والوحي المتدرج يا سيدي ليس معناه ناسخ والمنسوخ مش معنى إنه جات آية في الأول وبعدين الآية اللي بعد كده نسخت الآية اللي جات أولا لكن الوحي المتدرج هو بناء ربنا بيبني بناء ربنا ما بيعلنش كل حاجة في نفس الوقت الرب بيعلن بحسب خطته هو بحسب التوقيطات الزمنية بتاعته هو فبيبدأ هذا الإعلان من أول هذا الإعلان بيبدأه من جنة عدن من جنة عدن حيث آدم وحوى الذين خلقهما الرب ليعيش معه ويختبر الشركة والعلاقة مع الله لكن في تمردهم وفي عصيانهم اترد برى الجنة وانقطعت العلاقة بينهم وبين الله الخالق ويبدأ الله يعلن تدريجيا يعلن عن الخلاص ويعلن عن مجيء المسيح ويعلن عن أنه لم يترك شعبه ويعلن الله من خلال تفاعله مع الإنسان والأحداث ويعلن الله أيضا من خلال أعماله العظيمة التي صنعها في التاريخ فهناك تدرج في الوحي فلما تيجي إلى العهد الجديد بتكتمل الصورة عشان كده يمكن تلاقي في العهد الجديد كلام كتير عن الدينونة وعن الثواب وعن العقاب وعن المجزاة وعن الحياة الأبدية وعن ما بعد الموت لأنه ده اجتمال الإعلان ليس معنى هذا أنه ما كانش موجود قبل كده لكن لأن إعلان الله متدرج وده اللي بيقوله لنا الكتاب الله بعدما كلم الآباء قديما بالأنبياء وبأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه فإحنا عندنا هذا الإعلان إعلان متدرج وما ينفعش تروح جاي عند سفر التكوين وتقول أنا عايز أخذ كل الحقائق مثلا الكتابية من سفر التكوين أو تيجي عند الطوران اللي هي خمس أصفار موسى وتقول أنا عايز أشوف كل حاجة تقلت في الكتاب في الأصفار دي أنت لازم تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره دي قصة تعامل الله مع الإنسان وأعلان الله لإرادته ومشئته ومقاصده منذ أن خلق الإنسان إلى أن يخلق السماء الجديدة والأرض الجديدة طبعا يعني أنا بفترض ويمكن افتراضي ده للأسف خاطئ وأن أنت قريد حاجة زي كده أو أن أنت يعني قدرت تفهم يعني إيه الوحي في المسيحية وحاولت تفهم إحنا بنؤمن بإيه يعني قبل ما أنت تيجي تهاجم الإيمان المسيحي كان بالأولى أن أنت تفهم يعني إيه إيمان مسيحي يعني إيه إيمانهم في الوحي يعني إيه إيمانهم في الوحي المتدرج يعني إيه إيمانهم في التوراة ولماذا يبدأ الكتاب المؤدس بالتوراة وينتهي بسفر الرؤية كان لازم أن أنت تقرأ كل هذه الأمور وتفهمها قبل ما أنت تيجي وتروح فاتح بقك كده وتتكلم به يعني بهجوم على الكتاب المؤدس ده المفروض ده لأي واحد بيدرس وقارنة أديان لكن للأسف أنت بتدرس علشان تهاجم أنت مش بتدرس علشان تفهم أنت بتدرس علشان تهاجم كل دراستك هي منصبة في توجه واحد بس وعشان كده حتى الكتب يمكن اللي بتقراها واللي بتجيبها هي بس في هذا التوجه يعني حتى لما بتنتقد مثلا عقيدة من العقائد وبتجيب أفكار من أفكار الليبرالز واللهوتين المتحررين كويس أنت ما بتقراش حتى الرد على هؤلاء ما بتقراش أنت ممكن تجيب تقولها اللهوت الفلاني قال كذا وكذا طيب ما هناك رد موجود أيضا على هذا الفكر ما جبتش ليه هذا الرد لكن لأنك مبرمج أنه أنت بس دي رسالتك ودي غيتك أن أنت تهاجم الكتاب المعدس وتهاجم الإيمان المسيحي فأنت مش عايز تفهم فهمنا نحن ومعرفتنا نحن في الكتاب المعدس ودي المشكلة الكبيرة اللي أنت بتقع فيها طبعا يعني أنا أنا لسه في حلقات كتيرة هنعملها عن مواضيع أنت طرحتها ويمكن نقشناها قبل كده في حلقات كثيرة الأستاذ أحمد سبيع في الفيديو بتاعه بيقول أنا كنت متوقع بقى أنه هو لما يقول أنه فيديو هيكشف فيه افتراءاتي ويكشف فيه أكاذيبي أنه يبين لي بقى أنه أنا أخطأت في المخطوطات ويتناول المخطوطات ويتناول ما قدمته من مخطوطات ويرد على المشكلات التي طرحتها هو قال كده في الفيديو وعش كده خلينا نشوف الفيديو دوا ماذا كان ينتظر ونرجع نرد عليه قبل أيام قليلة أرسل لي أحد الإخوة على تويتر رابط القصة برتستنتي على قناة الحياة التنصيرية وهذا القصة المفترض أنه في الفيديو بيقول أنه يرد على تشكيك أحمد سبيع في الكتاب المقدس وبيقول في مقدمته أنه هيكشف أكاذيبي ففعلا كنت متحمس جدا أنه أشوف إيه الكذب اللي أنا قلته في كلامي عن المخطوطات العبرية واليونانية وإزاي هيقدر يرد على كلامي عن تناقضات الكتاب المقدس وعن اعترافات الأباء الأوائل بالتحريف وعن اختلافهم حول أولا هذا القصة البرتستنتي اسمه أشرف عزبي ولو في لغة فيها احترام وتقدير يبقى الدكتور القصة أشرف عزبي لكن ما نفعش أنك تشير إلي كده هذا القصة البرتستنتي ولا لأي واحد دي ألف به الاحترام ألف به المعاملة بين البشر ألف به التقدير المبني على إنسانية الإنسان لكن للأسف هذا الألف به في المعاملات والاحترام أوقات كثيرة مش موجود ولا يعلم في الفكر الإسلامي أنت بتقول أنه أنت كنت متوقع أن أنا أرد على الحلقات اللي أنت عملتها عن المخطوطات وكأنك عايش في عالم آخر ما لكش دعوة بأي حاجة أخرى بتقدم أنت تعرف أنه أول من طرح موضوعات المخطوطات وناقشها على التلفزيون هو أنا؟ أنت تعرف أنه لي أكثر من عشر حلقات عن المخطوطات وكيف وصل إلينا الكتاب المقدس؟ أنت تعرف أنه في حلقتين مع سؤال جريء وفي أكثر من أربع أو خمس حلقات في برنامج عبر الكتاب وفي حلقات رديت فيها أيضا على الدكتور منقذ السقار الذي اتهم المخطوطات بالتحريف ورديت عليه في أكثر من حلقة يمكن ثلاث حلقات ورديت عليه بخصوص مخطوطات قمران ورديت عليه أيضا بخصوص يحن الأولى خمسة سبعة ورديت عليه أيضا بخصوص المرأة التي أمسكت في ذات الفعل ونهاية إنجيل مرأس كل هذه الأمور موجودة ومتاحة بس أنت للأسف ما تعرفهاش أنت ما بتقراش لحد ولا بتشاهد لحد أنت عايش في كوكب آخر ما بتحاولش حتى تطلع على ما قد قدم من ردود مش أنا بس اللي قدمتوا هذه الردود آخرين أيضا كثيرين قدموا ردود موضوع المخطوطات كثيرين من المتخصصين نقشوه وقدموا فيه ردود وليس عندنا حاجة نخبيها وقدمناه بطريقة علمية وقدمناه بطريقة إزاي وصل إلينا الكتال المؤدس وأتكلمنا عن حتى الأخطاء التي ممكن يقع فيها الناسخ وتناولنا الأخطاء خطأ خطأ وقدمنا أيضا مثال لكل خطأ ما تعرفش يعني هل عدم المعرفة دي مقصودة أن أنت لا تسمع إلا لشخصك ولا تشاهد إلا شخصك يعني ولا ولا إيه يعني ما بصتش على الحلقات دي خالص طب كنت شاهدتها الأول ونقشتها لكن أنت بمجرد أن أنت درست لك شوية عبري ودرست لك شوية مخطوطات عملت نفسك أن أنت يعني العلامة الوحيد اللي في العالم العربي الذي يستطيع أن يتناول موضوع المخطوطات ولا يوجد عند المسيحيين أي رد من ضمن الحاجات كمان اللي قدمناها كيف وصل إلينا الكتاب المؤدس واتكلمنا عن إزاي قبل فترة السبي البابلي وكيف انتقل النص الكتابي حتى وصل إلى السبي البابلي ارجع للحلقات كلمنا أيضا عن فترة ما بعد السبي أو الفترة اللي بيطلق عليها فترة السوروفيم أو الكتبة اللي اهتموا بنسخ المخطوطات والاحتفاظ بها وأيضا حفزها ومراجعة كل المخطوطات التي تكتب وكانوا يعرفون أيضا مش بس الكلمات لكن كانوا يعرفون الحروف وكانت كل المخطوطات تعد بالذات التوراة عندما تكتب كانت تعد بالحروف وليس بالكلمات ومعروف أين هو الحرف الوسط في المخطوطات وأين هي الكلمة الوسطة في المخطوطات ويعد كل المخطوطات كلمتش ليه عن الموضوع ده كلمنا عنه كلمنا عن التنايم أو المعلمون الفترة اللي جات من سنة عشرين إلى سنة متين ميلادية وإزاي كانوا بينقلوا النص وإزاي كانوا بيحفظوا النص وكلمنا عن فترة التلمود اللي ما بين مية إلى خمسمية ميلادية وكلمنا عن آخر فترة هي فترة المازوريين اللي احتفظوا بالنص ونقحوه واخترعوا أيضا الحروف المتحركة أو التشكيل وعلامات الترقيم كلمنا عن كل ده مش أنا بس كثير من الأصدقاء الخدام تناولوا هذه الموضوعات قدمتها في مدرسة الحياة الكتابية قدمتها في برنامج عبر الكتاب قدمتها في سؤال جريء قدمتها في لقاءات خاصة قدمتها في خدمات قدمتها في كتاب في كتاب مطبوع في مصر اسمه الوحي وعسمة الكتاب المقدس تناولت فيه في فصل كامل المخطوطات زي ما تناولت فيه في فصل كامل أيضا القانونية قانونية الأسفار بس يمكن حضرتك ما بتقراش لحد وزي ما قلت إراياتك هي إرايات مختارة أنت لا تقرأ إلا لمن يهاجم الكتاب المقدس لكن ما بتقراش الردود ما تجيش بقى في فيديو وتقول أنه أنا كنت متوقع أنه يرد أنت قبل ما تتكلم عن المخطوطات إحنا أريد كنا تكلمنا عن المخطوطات يمكن تكلمنا عنها أول ما بدأت من 14 سنة تدرس عن مقارنة أديان فمن فضلك يعني اطلع على ما يقوله وما يقدمه علماء المسيحية من ردود قبل ما أنت تطلع وتقول أنه أنا كنت منتظرك غير كده خلينا أقولك حاجة بقى غير كده حتى الأمور اللي أنت بتقدمها كتناقضات وغيرك من المهتمين بمقارنة الأديان زي الدكتور منقذ السقار زي محمد شهين زي محمود داود الأول ما ردنا عليه بكى كويس وأبو عمر الباحث مكافح الشبهات قدمنا ردود كتيرة كلمنا عن تاريخية صلب المسيح كلمنا عن هل يوجد تناقض في يوم الذي صلب فيه المسيح كلمت عن أن نسب المسيح بين متى وبين لؤى كلمنا عن شبهات كثيرة كدا كلمنا عن أشعياء 53 كلمنا عن هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا كلمنا عن أمور كثيرة تناولناها فخلينا ناخد مدخلة ونكمل مع بعض الأخت أم عمد ألو ألو مساء الخير يا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك إزايك سلام الرب معين سلام الرب الحقيقة أنا عايزة أوجه من من قناتك المفترة مضيئة أو برنامجك يعني عبر الكتاب سهلة للأخ أحمد صبيع فضالي نفسي أقوله أنا عايزة أعرف الإسلام ما يعرفني يعني أنا أنا صحيح يعني ببحث في الأديان ونفسي أعرف حاجة عن الإسلام لأن مثلائية في القرآن غير مثلا الإرهاب والرسول اللي بيقول بقيتكم بالذبح وصناتي اللي كهما راغب عن صناتي فليس مني فنفسي هو أو غيره يعني يعني أبعياء كتار منهم زي واحد اسمه التاعب ولا التعبان دوّن وبأمر الباحث ومنقص السقار وناس كتار يعني ما بيكلموا نفسي عن الإسلام يعني أنا حسنا الإسلام حاضي مفلس ما عندهم في حاجة يقولوها فأنا نفسي يقول لي حاجة عن الإسلام بدل ما أنهم مفلئين حاجة يقولوها عن دنهم فهم بيهاجموا الكتاب المقدس على طول على طول الخط ما هو مش لايه حاجة يقولها هيعمل إيه فبيهاجم الديانة الأخرى وعايزة كمان أقول له حاجة خدتها بصراحة من الأخ المهم أبو علي تقريبا كان نتكلم عن أحمد دي دات فأنا نفسي أقول لهم ياخدوا عبرة من أحمد دي دات ويشوفهم أخرته كانت إيه يعني هو على ثلاث سنين يدعو للإسلام وفي نفسه طريقتهم المهاجمة فأخرته الثلاثين سنة بتوعه عشان هو كان بيهاجم السلوس يعني فربنا باله السلوس بتاعه عشر سنين من الثلاثين سنة بتوعه أعادهم أخرص ما بيقدرش لسانه تسل لسانه تسل فياريت ياخدهم معه رمضة سنة كله نصليلهم أنه رب يعني ينير قلوبهم وينير عقلهم والفكرة الفكرة يا أختي المعماد أنه يعني إحنا من أول ما بدأت قناة الحياة كويس وهناك مئات ويمكن آلاف من القضايا التي ترحتها قناة الحياة القضايا الشائكة الإسلامية التي لم يستطيع أحد أن يقدم رد عليها كويس فهم فهم هم هم مساكين يعني هو بدل ما يهتم أن يرد على كل القضايا التي ترحتها قناة الحياة هو قال لك أحسن طريقة أنا أسيب دول على جام وأنا أهاجم في الكتال المؤدس فيبقى يعني على الأقل ما بقاش في موقف الدفاع أنا لازم كمان أهاجم لكن لكن هم عنده هم عنده هم يقول عن دينه أوما يعني بالتأكيد طبعا هيقول إيه ولا إيه يعني للأسف يعني إحنا بنشكرك عموما على مدخلتك وبنصلي أن الرب يعني يجذبهم بمحبته ويفتح قلوبهم لعمل الرب يسوع المسيح وأن الله أولا وأخيرا هو لا يريد أن يهلك أحد ده دي مشيئة ربنا أنه هو فعلا لا يريد أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة ف ودي رسالتنا احنا هنا بندعو أيضا لي مش نحنا بنهاجم الإسلام لكن نحنا بنفضح تعاليم الإسلام لأنها ليست من الله وفي نفس الوقت بنقدم ما علمنا إياه الرب يسوع بنقدم يسوع المسيح الحل الوحيد والطريق الوحيد للخلاص والحياة الأبدية أشكرك مرة تانية يعني عايز أقول للأخ أحمد أنه من فضلك يعني ارجع اتفرج على ما قد قدمه الكثيرون من ردود على الأمور التي ترحتها قبل أنت ترحى يعني أنت ما اخترعتش حاجة جديدة كويس لكن هو لا يعرف أننا قدمنا حاجة عن المخطوطات لأنه لو كان يعرف ما كانش يقولي الكلام ده ولا يعرف أننا قدمنا ردود كثيرة له وردود عليه وعلى منقذ وعلى التاعب وعلى محمود زاود وعلى محمد شهين وأنا عارف أنه الشيء اللي دي مع بعض بيتواصل مع بعض كويس ولما بحد يعني بينوجه لي كلام الآخرين يعني بيبقوا عارفين وبيشاركوا بعضهم البعض ف اطلعوا على ما نقدمه وكون عادل في أن أنت تسمع الرد مش بقولك أنك تقتنع بالرد لكن اسمع الرد وأعرف أن هناك توجد ردود كثيرة كده طيب أجي إلى جزء مهم جدا الحلقة اللي فاتت الحلقة اللي فاتت طرحت هذا الجزء كان عندي بس أربع دقايق وما قدرتش أن أنا أوفي حقه يعني كان نفسي أن أنا أوفي الجزء ده حقه فالنهارده هاخد ما تبقى من البرنامج النهارده عشان أوفي هذا الرد حقه وهو الرد على سؤال طرح العلامة أحمد سبيع تحت عنوان السؤال الذي يهدم المسيحية هو سما كده السؤال الذي يهدم المسيحية فهو سؤال يهدم الإيمان المسيحي وأنا على فكرة بدي لك فرصة هو كمان في المناظرة اللي جاية أن أنت تثبت لي أن المسيح لم يصلب ولم يموت وبكده تكون أتلت المسيحية نهائي وليس لها فرصة تانية حتى أنها تنتعش دي فرصتك كويس فأنت السؤال اللي أنت طرحته السؤال الذي يهدم المسيحية خلينا نشوف الفيديو الأولاني بخصوص السؤال الذي يهدم المسيحية ونرجع نعلق عليه طبعا هو مش هتكلم عن الناس الكرآني كويس لأنه يخاف يتكلم عن الناس الكرآني معرفش هو تطلع على الكتاب ده ولا ما تطلع عليه اسمه مخطوطات الكرآن اسمه مخطوطات الكرآن المسيح المخلص وصديق عزيز أعتز به وبعلمه وبمعرفته هقف هنا وأخذ الفيديو اللي بعد كده اللي فيه السؤال الذي يهدم المسيحية معلش ما يعرفه ما يعرفهاش كل المسلمين والحقائق اللي فيه بتورينا إلى أي مدى كذب المسلم عندما يأتي إلى النص المكتوب ويقارن ما بين مخطوطات الكرآن وما بين الكرآن ما بين مخطوطات الكتاب المقدس أنا هقرأ بعض الأجزاء أنا مش هقرأ كل الأجزاء لكن في المقدمة هقرأ بعض الأجزاء وأحط قدام حضراتكم الصفحة كويس وهو بيكلم عن المراحل التي مر بيها تدوين النص القرآني كويس مرحلة الأولى بيقول عنها في صفحة المعارسين ممكن ناخد الفيديو اللي بعد كده بحسب المصادر الإسلامية في عهد صحابة حيث تفيد هذه المصادر أنه كان بدون نقدمة طويلة أو كلام كتير هذا الفيديو عبارة عن سؤال واحد فقط وهو سؤال بسيط جدا لكنه مع ذلك يهدم المسيحية تماما لون من العقيدة الأساسية في المسيحية هي الثالوث الآب والابن والروح القدس فإذا أثبتنا بطلان الثالوث فبالضرورة سنكون قد أثبتنا بطلان المسيحية في إنجيل مرقص صح 13 فقرة 32 يقول يسوع وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب طيب خبت بقالكم من الثقة اللي عنده اللي بتكلم بها هو بتكلم بثقة غير عادية سؤال يهدم المسيحية وكأن المسيحية دي مثلا يعني مجرد يعني أنا معرفش أنت أسك إخواتك يمكن ألفين ومئة سنة على المسيحية ألفين وشوية يعني على المسيحية وعقول جبارة وعلماء كويس ومفكرين ونقاد يشهد لهم العالم ولم يستطع أحد منهم أنه يهدم المسيحية ده حتى فولتير فولتير المفكر اللي كان بيكره الكتاب المؤدس وقال أنه قبل ما أموت هيكون الكتاب المؤدس انتعى لما مات فولتير بيته أصبح هو دار الكتاب المقدس وانت جاي لي بسؤال بقى تهدم في الإيمان المسيح طيب نسمع السؤال نسمع الفيديو اللي بعد كده السؤال اللي انت هتهدم في الإيمان المسيح المفروض أن الآب والابن والروح القدس متسويين وكلهم لهم نفس المعرفة فإزاي الآب وحده هو الذي يعلم موعد القيامة طبعا أنا عارف الرد التقليدي هو أن المسيح نسوت لهوت فهو لا يعرف موعد القيامة من ناحية النسوت لكن يعرفه يقينا من ناحية اللهوت سؤال الحلقة هل الروح القدس يعرف موعد القيامة وفقا للنص فالروح القدس أيضا لا يعرف هل الروح القدس كان أيضا نسوت لهوت إذا كان الروح القدس لا يعلم موعد الساعة أو موعد القيامة فكيف يكون خدت بالكم من الابتسامة العريضة وهو بيطرح السؤال هو خلاص حطينا في خانة اليك المسيحية يعيني اتدمرت انتهت بهذا السؤال اللي طرحه الجهبز يعني مفكر زمانه الأستاذ أحمد سبيع السؤال الذي يهدم المسيحية هو فكره إيه آه إحنا النص اللي موجود في إنجيل مرؤوس بيقول هذا النص الآتي وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن ولا إلا الآب إلا الآب فهو بيقول لنا إنه إنه ردنا إحنا عليه إنه لأنه المسيح نسوت ولهوت فالمسيح في حالته الإنسانية لا يعلم لكن في حالته وفي لهوته هو يعلم فهو بقى اعتبر إنه ده هي الإجابة الوحيدة ودي طبعا جزء من الإجابة لكن ليست كل الإجابة كويس فهو دي اعتبرها إنه هي الإجابة الوحيدة إنه سبب عدم معرفة المسيح أنه هو نسوت كويس طيب ما هو بيقول إلا الآب هنا ده معناه إنه أيضا الروح الكدس لا يعلم مع إنه الآي مش بتكلم عن الروح الكدس فهو فكر إنه ده معناه إنه أيضا الروح الكدس هو لا يعلم طيب بقى الروح الكدس ما هم فيهوش نسوت ولهوت ده الروح الكدس هو روح الله فإزاي الروح الكدس لا يعلم وبكده يكون هو قال إن الروح القدس ليس هو الله وبكده يكون كل الثلوس اتدمر ده تفكيره ده اللي هو وصل إليه نص ما فيهش الروح القدس بس هو اعتبر إنه دي العبارة دي مطلقة بما إنه الكتاب بيقول ولا الإبن إلا الآب إلا الآب فمعناها إنه ما فيهش حد تاني غير الآب خليس؟ طيب خليني أرد عليك ويريتك تطلع لنا في فيديو تقول لنا الرد دو اقتنعت بي ولا ما اقتنعتش بي والردود اللي ممكن تقدمها على الرد اللي بنقدمه لك المعرض أحمد سبيع وقع فيه مشكلتين كبار المشكلة الأولى إنه افترض إنه عبارة لا يعلم بها أحد هي عبارة شمولية شمولية أي أنه لا أحد كويس؟ أو على الإطلاق لا يعرف إلا الآب وبهذا فهي تشمل لروح القدس وده طبعا مش بيكلم عن النص أنت اعتبرت إنه عبارة لا أحد هي مجرد عبارة شمولية لكن الخطأ الثاني اللي وقع فيه هو إنه للأسف لم يرى كيف يستخدم هذا التعبير في العهد الجديد وفي الكتار المعدس عندنا في الكتار المعدس حاجة اسمها قارنين الروحيات بالروحيات يعني لما في عبارة بتيجي نشوف هذه العبارة معناها بيحدد من خلال كيفية استخدامها في أماكن أخرى كثيرة في العهد الجديد أو في الكتار المعدس فده اللي بيحدد لي معنى العبارة بالزبط فهو لم يطلع على أي معنى آخر لهذه العبارة في أي نص آخر كتابي كويس فليس كل مرة هو بقى اللي ما يعرفهوش إنه ليس كل مرة ذكر فيه هذا التعبير كويس لا أحد إلا كويس كل مرة ذكر فيه هذا التعبير في مرات كثيرة لم يكن المعنى شمولي وما ينفعش يبقى شمولي خلينا أقدم بعض الأمثلة لما يكلم في سفر الرؤية هنا الرب يسوع اللي بيكلم لما يكلم في سفر الرؤية وياصف نفسه يقولي وعينها كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو أنا سؤالي بقى هل الاسم بتاع الرب يسوع دون اللي بيقول عنه هنا في يحنى في رؤية يحنى 19-12 إنه لا أحد يعرفه إلا هو هل النص ده يشمل الآب ويشمل الروح القدس ولا لا طبعا لا وما ينفعش يتطبق على الآب وعلى الروح القدس ده بيكلم إنه لا أحد يعرفه هنا لا أحد يعرفه ليس بمعناها الشمولي المطلق لكن لا أحد يعرفه من البشر ما ينفعش تطبقها لأنه لو طبقتها أقول هنا آه يبقى هنا لا أحد يعرفه إلا يسوع يبقى الآب ما بيعرفش حاجات والروح القدس ما بيعرفش حاجات مع إن الله واحد فهي ليست هنا شمولية أنا بس بجيب الأمثال بجيب بعض النماذج علشان يقدر يفهم ويقدر إنه يعرف لما لما يحب يتكلم عن آية يعمل إيه علشان يفهم معناها مش يجيبها ويطير بيها كده وياخدها ويقدم اللي هو فهمه وخلاص يعني أنا أعتقد أن أنت تسمع كلامي دلوقتي أنت الإبتسامة اللي كانت مرسومة على وجهك وإنت كأنك يعني زنقتنا ودمرت الإيمان المسيحي بهذا السؤال هتختفي في آية أخرى موجودة في ماتة 11 استخدم في هذا التعبير كل شيء قد دفع إلي من أبي وليس أحد يعرف الإبن إلا الأب ولا أحد يعرف الأب إلا الأب ما تقدرش تقول هنا أن روح القدس ما يعرفش للآب ولا الإبن هو بيتكلم أيضا عن البشر إنه ما فيش حد يعرف الآب إلا الإبن وما حدش يعرف الإبن إلا الآب وعشان كده الآب هو اللي بيخبر عن الإبن والإبن هو الذي يعلن الآب في ذكرت مرتين لكنها أيضا ليست شمولية لأنه ما ينفعش تطلع منها الروح القدس لما تيجي هنا لآية أخرى كما هو مكتوب مكتوب إيه؟ أنه ليس بار ولا واحد ليس من يفهم ليس من يطلب الله لجميع الزاغ وفسده ليس من يعمل ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ولا واحد هنا مقصود بها إيه؟ طبعا المسيح تجسد وكان إنسانا مثلنا وعايش على هذه الأرض لكنه بلا خطيئ هل هنا ولا واحد تشمل يسوع المسيح المتجسد؟ ولا هنا ولا واحد هما إشارة لكل الجنس البشري نسل آدم فهي أيضا ليست شمولية بالمعنى اللي أنت فهمه الكتاب المقدس بيؤكد ويعلم أن الروح الكدسي يعلم كل شيء فأمور الله لا يعرفه أحد إلا روح الله أمور الله لا يعرفه أحد إلا روح الله جبنا الكلام ده منين جبنا الكلام دوا من الآية الموجودة في كورونسوس الأولى أصحاح 2 وعدد 10 إلى 11 يقول لنا إيه؟ فأعلنه الله لنا نحن بروحه يبقى في إعلان إلهي الله أعلنه للرسل من خلال الروح الكدس لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله الروح الكدس يفحص كل شيء حتى أعماق الله لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه كل الناس لا تعرف عنك 100% أنت الوحيد روحك اللي جوه هو الذي يعرف عنك 100% ده العايز يقوله هنا هكذا أيضا أمور الله خلوا بالكو هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا مين؟ روح الله يبقى النص اللي انت بتتكلم عنه دوا في مرقص 13 ما ينفعش يتطبقه بنفس التفسير اللي انت فسرته التفسير اللي انت فسرته للنص دوا خاطئ وبكده ما يبنى على خطأ فهو خطأ وما يبنى على باطل فهو باطل إذا بدأت النظرية الحسابية بتاعتك بأرقام غلط النتيجة كلها غلط إذا بنيت الفكرة بتاعتك على أمر خاطئ يبقى كل اللي انت هتبنيه أيضا خاطئ المؤدس بعلمنا أنه لا أحد يعرف أمور الله إلا روح الله فكل أمور الله يعرفها فقط روح الله وزي ما قلت المرة اللي فاتت لو حضرتك عايز تفهم يعني إيه الكلام اللي قاله المسيح سوري شجعك إنك تحصل على كتاب المسيح من هو كويس وهتلاقي فيه زي ما قلت في الملحأ أكتر من ثلاث صفحات بيجاوبوا على السؤال بتاعك عشان تقدر تفهم الثلوس وتقدر تدرك أن في الثلوس أدوار أدوار للآب وللكلمة وللروح القدس وتقدر أن أنت تفهم كيف أن الله الواحد المثلث الأقنين وكيف أن يسوع الذي هو الله المتجسد الكلمة الأزلي المتجسد يقول أن الساعة ومعرفة الساعة لا يعلم بها أحد مش وقته أن أنا هتشرح لك ده كله دلوقتي لكن أنا عايز بس أقول حقيقة واضحة لحضرتك يريتك يريتك أن أنت ما تتفلسفش ويعني الايكيو اللي أنت بتعتقد أنه عالي قوي قوي أن أنت هتدمر المسيحية بسؤال يعني ارجع وادرس النص تاني مرة تانية لو كانت المسيحية تهدم بسؤال لكانت هدمت من زمان ولو كانت المسيحية تعجز عن الرد على سؤال لكانت انتهت من زمان فالمسيحية أكبر بكتير من أنها تدمر بسؤال الإيمان المسيحي مش مجرد خرافات وخزعبلات بنؤمن بها الإيمان المسيحي حقائق وفي مجمله حقائق تاريخية بل تجسد والميلاد العذراوي وموت المسيح وصلبه واللي أنا منتظر منك أنك ترد علي بآه أنك هتنظرني في تاريخية صلب وموت المسيح علشان أدي لك فرصة تهدم الإيمان المسيحي كله وعشان تثبت لي وللمشاهدين كلهم أنه فعلا الرواية القرآنية التي تؤمن بيها أنت أن المسيح لم يصلب ولم يموت هي الحق وبكده تكون تعنت أيضا في الكتاب المؤدس وأثبت تحريفه نرجع للجزء دو يبقى هنا الآية اللي بيكلم عنها الرب يسوع مش بيكلم عن روح القدس لأنه الآية اللي هنا دي بتؤكد لنا أمر مهم جدا أن أمور الله لا يعرفها إلا روح الله والله يعلم كل شيء عشان كده الله لا تحد معرفها وأن الله روح عشان كده يقول لنا أيضا في رمية 11 قرية يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وترقه عن الاستقصاء لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه أو يكافأ مين اللي يعرف فكر الرب غير شخص الله وحده إلا روح الله وحده حد شيء يقدر يعرف فكر الله إلا روح الله ولأن روح الله هو الذي يعرف فكر الله فهو الذي يعلن لنا وأعلن في القديم من خلال الوحي عن فكر الله ومقاصد الله عش كدي قول كل كتاب هو موحى به من الله وإنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان أو جاسب لكن كتبه أناس الله القدسون مصوقين من الروح القدس ده اللي بيقول الكتاب المعدس وده اللي أنا نفسي إن أنت الرب يفتح عينك إنك تراه أنا لا أشك في إنك إنسان جاد في بحثك وإنسان جاد في تديونك لكن صدقني افتح قلبك وإنت بتدرس عشان تعرف أين هو الحق والسؤال اللي أنا نفسي إن أنت تدرس فيه وتقدمه لنا في حلقاتك الأيام اللي جاية إنك تعمل لنا مقارنة ما بين حياة المسيح وصفاته ما بين حياة رسول الإسلام وصفاته وأنا أتحدك إن أنت بعد ما تدرس الموضوع ده إن أنت تعمل حلقة عنه لأنه ليس هناك أبداً اتفاق بين النور والظلمة بين الموت والحياة أعزائي المشاهدين مرة تانية بشكركم على متابعتكم لنا في برنامج عبر الكتاب وبصلي إن ربي بارككم وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يا كون ماركو